يعني حيجي سريعا بعد ترتيب الكبير رتبلي سريعا قبل ما طلع فاصل نرتب ايه؟ رتبلي الكوميديا الكوميديا فيه عندك دايما عامر دايما عامر اه صفاش عبان داخل في الكوميديا اه لانها كمان لها وجهة نظر بتتكلم على التنمر لداخل المدرسة فبتقول فعلا رسائل كل شوية ورسائل بدون مباشرة فده جزء مهم جدا في الكوميديا عندك ايضا يسرى لا يسرى عاملة كوميديا بجد وجديد على يسرى وحلو كمان معها شايماء السيف ومعها انتصار ومعها غدا عادل حقيقة المجموعة مختارة جدا بعناية يعني اعتقد كمان وعمر عرفها وهلا وهلا هلا خليك اللي قد بقى النص قد بقى كويس قوي يسرى يعني يسرى عشانها ممثلة هي اللي جواها الرغبة انها كمان تتجدد تتجدد ازاي انها 180 درجة فالشخصية لانها الكوميديا دي على تراك ممكن تبقى تزود سنة بتاعتها لا هي ممثلة هي بتمثل اعتقد هل انا قدر اقول كمان على عمل يسرى واحنا شايفينه على الشاشة برضو ينطبق عليه فكرة البهجة صح وهلا خليل دايما بتحب البهجة يعني انا ما بنساش ابدا اعمال هلا خليل احلى الاوقات اعمال فيها مسحة بهجة هي المرة دي كاتبة بس ورغم ذلك يعني الحضور الكاتب ممكن نحسه لا محسوس الديكور حتى الوانه مبهجة تصوير التتر بتاع عمر عرفة لمنطقة الزمالك يعني تحس كده الله ايه المباني الحلوة اللي موجودة في مصر يعني مثلا لما كانوا راحين مزاد طبعا انا مبسوطة عشان دي ممطقة بتاعتي اللي انا عايشة فيه في نادي الجزيرة يعني في حاجات حلوة كده هو كمان بيعمل مفردات عمر مثلا راحين مزاد فتلاقي كل واحدة لابسة بروكا لون واحدة زق ازرق واحدة احمر واحدة بني يعني والنظارة مش عارف ايه يعني حتى بيحاول هو يضيف طيب قبل ما اطلع بريش اكرم حسني اكرم يجي بعد كده يجي بعد كده مكتوب بوسي مكتوب علي فكرة حلوة بس هو قيد نفسه من الاول بمفردة مكتوب علي فحشان كده ممكن حلقة تعلى وحلقة تنزل يعني هي دي مشكلة القيد المبدئي تبقى ستة وانا بقى هي اللي عملة هي سعى السوشيال ميليزا